اشتركوا في القناة يلا بقى علشان نبدأ في تحضيرها اول خطوة معايا انا عصج اللحمة هجيب تصع على النار وانزل بمعلقتين كبار من السمنة اول ما السمنة تسخن كده هنزل ببصلتين كبار متقطعين ناعم البصل بيدي العصاج طعم حلو قوي ممكن تحطوا بصل لقد اللحمة المفرومة يعني لو هتعملوا نص كيلو من اللحمة المفرومة ممكن تحطولوا لحد نص كيلو بصل هحط رشة ملح صغيرة علشان المياه اللي في البصل تتبخر بسرعة ويتشوح اسرع اقلب بقى والنار تكون متوسطة اول ما البصل يطرى ويبقى لونه شفاف هيبقى بالشكل ده انا مش عايزة شوحه كتير هنزل بقى منص كيلو من اللحمة المفرومة هنا بقى هبدأ اعلي النار وابدأ كده اقلب اللحمة كده على البصل وبطرف المعلقة كده فتته اللحمة علشان ما تلمش على بعض وتبقى كتل اول ما اللحمة يبدأ لونها يغير التوابل بقى معلقة صغيرة من الملح نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود نص معلقة صغيرة من البهرات ممكن تحط رشة قرفة صغيرة بتبقى حلوة مع اللحمة المتعصجة ونقلب بقى وياريت ما نزودش توابل كتير للحمة علشان ما نضيعش طعمها ويبقى طعم التوابل هو اللي باين اكتر حطوا واحدتين من ورق اللورة وانزل بتلات معالق كبار من السلسة ممكن تضيفوا واحدتين طماطم مبشورين وفلفلية متقطعة ناعم زي ما تحبوا بقى وقلب بقى الصلسة كده مع اللحمة المتعصجة هنزل بنص معلقة صغيرة من السكر علشان الصلسة اللي احنا حطناها وبتدي برضو طعم حلو لللحمة المفرومة اقلب بقى بعد كده هنزل بكوبايتين صغيرين من المياه السخنة علشان هي دي اللي هتسولنا اللحمة اقلب بقى بعد كده بهدي النار على اللحمة واغطيها واسبها بقى لحد ما تستوي ما بتاخدش اكتر من عشر دقايق هديها تقليبة ما تنسوش بقى اللايك واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة وبكده نكون جهزنا اللحمة المتعصجة كده تمام هنيجي بقى للمكون اللي بضيفه على صلصة المكارونة علشان يدينا طعم المحلات بالزبط ده بصل الكشري عامله عندي بقى له اسبوع ومقرمش زي ما هو وحطه في علبة مقفولة وسيبقى عادي برا التلاجة عملتو قبل كده معاكم في فيديو الكشري المصري هسيبلكو الرابط في صندوق الوصف اللي حب يشوفو تجيبوه كده وتتحنوه في مطحنة الخلاط او الكبة لحد ما يبقى ناعم قوي معاكم بعد ما تحنتو بيبقى بالشكل ده هو ده بقى اللي هيخلي طعم المكارونة الفرن روعة بجد جربوه ان شاء الله هيجبكو جدا جدا علشان احضر لسلسة المكارونة حل على النار وانزل بربع كباية من الزيت ومعلقة كبيرة من التوم المفروم واشوح فيها كده تشويح خفيف ما تحمروش التوم كتير علشان ما يمررش معاكم يدوب بس بيبقى يصفر هنزل بنص معلقة صغيرة من الكسبرة النشفة ودي تقليبة بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الخل وانزل بكباية كبيرة من الصلسة واشوح بقى الصلسة كده مع التوم لمدة نص دقيقة كده بعد كده هنزل بـ 3.4 لتر من عصير الطماطم المتصفي وقلب بقى بعد كده هنزل بنص معلقة صغيرة من السكر علشان الحمودة اللي في الطماطم وفي الصلسة وعندي هنا بقى التوابل معلقة كبيرة من الملح معلقة صغيرة من البابريكا 1.5 معلقة صغيرة من الكمون و 1.5 معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ولو حابين تحطوا شطة ممكن تحطوا ربع معلقة صغيرة علشان تديها طعم حلو هننزل بيهم بقى وانزل بالمعلقتين الكبار من البصل اللي احنا فرمينه بصل الكشري هقلب بقى كل المكونات مع بعض واسبها تغلي واول ما تغلي كده اهدي النارة عليها خالص لحد ما تتسبك في حدود 5 دقايق ما تطولوش عليها علشان ما تتسبكش قوي السلسة بقت بالقوام ده هي كده تقيلة انا هضيف كوب بيتين كبار من الشربة اللي حب يضيف مية علشان يخففها زي ما تحبوا بس انا بحب اضيف شربة اللحمة بتديها طعم حلو جدا جدا هقلب بقى الشربة تكون سخنة معاكم او المية يدوب بس هي غلوة واحدة وتقفلوا عليها هي السلسة بتبقى بالقوام ده علشان هي اللي هتسولنا المكارونة وبكده السلسة تكون جاهزة هنبدأ بقى نجهز طاجن المكارونة انا هجيب الزيت وهمسحه بالفرشة كده تعملوا بقى في طاجن فخار او تواجن صغيرة او صينية اللي عندكم اعملوا فيه اول خطوة بقى هنحط اللحمة المفرومة تحت كده من الطاجن نملى بقى كويس ربع كيلو المكارونة ممكن ياخد هو ربع كيلو من اللحمة المفرومة يبقى كويس قوي في حدود تلت الطاجن كده حطت اللحمة تساوي اللحمة كويس بعد كده عندي بقى المكارونة القلم اللي هي البنة ممكن تعملوا بأي نوع مكارونة عادي جدا يمشي هنزل بقى بالمكارونة على اللحمة المفرومة نساوي بقى المكارونة بأيدينا كده ونحاول نسيب جزء كده فاضي من الطاجن من فوق علشان لسه هنسقي بالسلسة والمكارونة كمان لما تستوي هترتفع لفوق نحط بقى السلسة على المكارونة نسقيها كده كويس احنا حطين عليها كل التوابل ومزبطينها نسقي كده بقى المكارونة ياريت تجيبوا نوعية مكارونة كويسة علشان تطلع معاكم تاجن المكارونة حلو جدا وما تبقاش معجنة ولا اي حاجة احنا عايزين للسلسة بتغطي المكارونة في حدود عقلة صبع بالزبط كده غطينا المكارونة بالسلسة بعد كده بقى هنغطي الطاجن بالغطى بتاعه ولو ملوش غطى غطوه بورق ألمونيوم ومقفله عليه كويس جدا وتكونوا مسخنين الفرن بقى عشر دقايق على درجة حرارة 180 وبعد كده تدخلوا الفرن هياخد نص ساعة لحد 40 دقيقة وبعد كده تخرجوه من الأفضل ان انتو لما تيجوا تسوى أي تواجن في الفرن تحطوها على صنية من الألمونيوم أو الستلس علشان تضمنوا ان انتو ما يقعش أي حاجة في الفرن بعد بقى ما المكارونة استوت هخرجتها من الفرن هرفع بقى عنها الغطى بصوا بقى مستوية حلو جدا ورحتها بقى وطعمها روعة جدا جدا تسوبوها بقى خمس دقايق كده وتحاولوا كده من أطراف الطاجن بالسكينة براحة كده تمشوا عليها علشان بعد كده تقلبوها أنا بقى هقلبها اتقلبت معايا بكل سهولة بقت بالشكل ده بجد طلع طعمها تحفا ان شاء الله لما تجربوها بطريقتي هتعرفوا ان هي أحسن كمان من اللي بتتبع في المحلات أكلة سهلة وسريعة وما أخدتش وقت خالص في تحضرها ممكن كمان تجهزوا الصلصة قبلها بيوم وتعصجوا اللحمة كمان قبلها بيوم وفي اليوم اللي انتو هتعملوا فيه يدب تحطوا الحاجات على بعضها وتدخلوها الفرن أسهل من كده مفيش يارب أكون أفدتكم ولو عجبكم الفيديو وما تنسونيش بداعة وحلوة من حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته